بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغليات كان نعتذر منكم بزاف 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 لأنه كان بعض الأخوات كيقولوا لي ضروري تدرينا الفيديو صوت صورة نكونوا نشوفه كاتهضري ولكن بعض التعليق لا مدرت لهم بحالة هكا أو الأسئلة الأجوبة الملاحظات النصايح تقبلوني مرة مرة بدون ما نكون مقابلة مع الكاميرا نسيروا ديروا شغلكم دائما كنقول لكم ديروا الطابلية هذا البرطابل في الطابلية في جيب الطابلية ديروا السماعات أو حطيها في الكزينة احداك أو البلصة اللي كتشتغلي تسمعي وديروا الشغل ديالك أنا ما نبغيش للهيكم هنا حبيباتي الغليات واحد المهم نبدأ معاكم في الملقة أنا دبع ماشي كنجاوب على التعليق وغادي نبقى اللي لقيت نجاوبها ونسجلكم واحد الابنة من بناتي الغليات قالت لي يا لاش التعليق كتمتسح أولا غادي نقول لكم البنات كينا في يوتيوب البنات اللي عندهم قناوات راك يعرفوا هادشي كينا واحد الاباس ميتاب بيبلي يعني فاشكة تجيل للتعليق لأنه احنا صحابات القناة ولا ممنوع لنا ندخلوا للقناة ديالنا نتفرجوا كأي إنسان تفرجوا في الفيديو ديالنا ونجاوبوكم من تمال لا دارونا واحد صفحة خاصة يدخلنا تما كي يحدفونا المشاهدات خاصة ندخلوا على الصفحة ديال الكومنترات أو التعليق أو الأسئلة المهم فاش كتعلقوا لبنات كتجينا في واحد صفحة وخاصة نجاوبو من هذيك البلاصة يعني واحد صفحة كتجيت معلية فيها التعليق ديال القنوات كاملة ولكن أنا نقدر نتريين ديال ندير فيديو بفيديو أو كل شيء المهم كي يجيني المنتدى كي يجيني كل شيء تحط آخر ساعة ونبقى ماشية ماشية حتى الوقت اللي بغيت أنا التاريخ اللي بغيت والساعة اللي بغيت كينا فيها مكان ديال المنشور يعني نتشر هذا التعليق راه متاح للجميع وكين بعض التعليق كانوا عندنا جوج خانات ثلاثة الخانات دا بخلو غير جوجات مكتوب عليه انكوغ ديك زامان يعني باقي كي يشوفوا كين بعض التعليق قلقوا عليهم كلمات بلوكي يعني مو بلوكي يعني كلمات بلوكي هم اليوتيوب يعني هذو كل التعليق احنا غير مسموح لنا باش نفتحوهم إلا فتحناهم كأننا نحنا كنعارضوا اليوتيوب ونعارضوا سياسة اليوتيوب يعني للقيت أنا التعليق ديال أي بنت فيكم مدير تمه مو بلوكي راه ما عنديش الحق نحطو نديرلو نفتحو وكين بعض التعليق مكتوب عليهم هدا كلمات غير لائقة يعني عدة أسباب كي يحطى لك اليوتيوب شنو السبب الكومنترات اللي كي يجوف هاد الفلاصة هادي كين مثلا شي واحد يلا دار هاد نفس نفس تعليق مشا دارلو كوبي في شي قنات وجا دارلو كوبي عندي أنا يعني مرة ثانية دار نسخ عندي أو في نفس قناتي دارلو نسخ 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 هو بشكل تخيص الريقي فيoch لم يخالف السياسة اليوتيوب هي الروابط الفيديوهي غير مسموح لانه مثلا شي واحد يعيي حطي رابط المنقنين خلق يدفعه الدخول درامر ويعقوك غير مسموح أن صاحب القنات نفسه يحطل رابط مرادد او شي واحد يحط له الرابط للقنات ديره يعني هنا المخالفة كتختلف ما بين الي كان شي واحد ينشط رابط قناتك غير مسموح ينحط غير الرابط ولكن هذك الشخص هو المخالف ماشي صاحب القنات اما الي كان صاحب القنات بنفسه ولكي يحط رابط هناك يتجيه المخالفة على القنات ديره يعني بغي شي واحد يطلب فيكم مساعدة او شي ما يحطش الرابط دير القنات ديره دي نصيح لكم يعني هنا غير مسموح نباش مشو نفتحو هذك الروابط وواحد المرة اللي بنات اللي عندهم قنوات يمكن لاحظوا هاد الشي المدة تقريبا 15 يوم كان اي تعليق في لا الهي لله في محمد رسول الله اي كلمة تعني الدين الاسلامي كانت كتت تحدف كجنح تهي ممنوعة مو بلوكي ما عرفت علاش ولكن رغم ذلك كنت انا كان شوف ما فيها احترابط كان نقول يعني مدام اليوتيوب بوحده اللي محيد لي انا كلام الله وذلك انا غادي نفتحو وكان فتحو ولكن شوية ما بقيت كنشوف هاد ما بقيت كنشوف هاد ما بقيت كنشوف ههم كي يعطوها مخالفة يعني كي خلوها ولو كي مولا تكت يعني حطوها مشيامات كنو كيدرولها بلوك المهم اي اش هاد شعيش قلتولي انا واحد للبنت قاتتلي اياه علاش تعليق ديالي كيمتسح تعليقك انا ما غاديش نجي نمسح كان نمسح شي واحد فاش كي سب سواء سبني انا او سب اي واحد في القانات او كيقول كلام خادش للحياه هنا كان نمسح تعليق اه بحال اليوم انا اللي كنسجلكم جاني واحد تعليق انا لقيتو لحد الان لقيتو مرة واحدة او شخص او شخصة او شو شكون كاتب لي اريد افي الفيديو اللي اعقلتو ديال اه ديال فاش تقضيت من الهري وجيت وردت تكون مقضية ديال فلتمية الدرام قلت لكم تقضيته من الهري كاتب لي اعود ثاني سرقتي هاد شي اه مش هد مسح هذه الكمونتر ليانو انا الحمد لله ما كانت استرقش او شي واحد كي يعني يحط شي كومنتير اللي انا غدي نشوف كي يمس دين ديال يمس يعني يمس شي حاجة اللي انا غير مقبولة عندي انا شخصيا كان حيده بحالة تعليقها اما اذا كان تعليقك مفيه تشي حاجة يعني انا ممسحتوش و انا متذكرة هذك التعليق اللي قال عودتاني سرقت هذا شي كان صاحب التعليق او صاحب التعليق كان داخل باسم ليلى شي حاجة ليلى انسيت شنا هي معاها يعني مسحت الكومنتر لهذا هاد الشخص اللي قال تعليق ديالها متسح ماشي هي ماشي هي اللي حطت هذك التعليق ديال لاش سرقت المقضية او التان اه هدا هو الجواب على هاد السؤال يعني راها مهم فهمتو بك لاش نعود هاد لها حبيبتي كتقول لي واحد بنتي اللي يرضى عليها و يسهل عليها كيفاش نجمدو الجاج بكميات كبيرة المجمد لا يتسع يالله كيهز داك شي ديال الشعر هنا باينة حبيبتي الغالية منتي المجمد ديالك يالله تكشي الكيهز يعني كيفاش غادي تجمدو الجاج ما عندكش يا اما غادي تشري مجمد اكبر اللي بغاوا يقتاصدو اول حاجات بدو تقتاصدو فيها هي المجمد شقتاصدو باش تشري مجمد كبير اه انا شريت شوفوا هنقول لكم اول مجمد درت في المغرب درت هادك ديال المجورة لانه برا كان عندي المجمد ديال الصندوق فجيت المغرب درت شوية الوقت و شديت مجمد ديال المجورة كبير الماركة فاقوغ هي ماركة اسبانية اه و كبير شريتو حجم كبير يعني فج كان المجورة ديالو كيتجمد الاشياء فيهم كيهزو بززف و كيهزو بززف ولكن فاش كي تجمد الاشياء داخل المجمد فاش كنجي نجر لمجورة كيتهرسولية يعني هادك الماركة شريت انا ماشي زوينة اما هو كي يجمد مزيان و كيحتفظ على الاشياء وال ببان ديال فوق تهرسولي معني انا كنحتفظ على الاشياء والدليل اكو كتشوفوا شتمو لينيكس عندي د يارة تلات ينسانة تقريبن و عندي بزاف ديال الممائن عندي شتونيا يعني كانت ابدا التصل القهوة تقريبا شيعي عشرين عام و العمد لله فوق ايا sign tagged Llt القهوة و بزاف ديال الممائن عندي ديران سنين ما شاء الله ما صليوا وسلم على سيدنا محمد والله هم ماباك ولله ينزل فيهم البركة والصحة والسلام هذة المجمد المرقة البيبان ديال الفوق لان جوج البيبان ديال فوق ماشي مجورة المجورة تحتانية تحطي فيه الاشياء اللي بايتهزيل غد له او بعض غدة علشانك تكون تفتح واحد شوية ما كيجمدهاش بلزاف المجر الاخر مش مجره وضي بحل السنه ديقا هاكا التحت والاخرين مجورة اه اه تحطي تشقو المجورة ودوك البيبان تحيدو ديال فوق ولو كيدروا التجعليش لأن الهواء كتدخلهم بزاف شكت تتحيل مجميد كيدخل بزاف ديال الهواء كيتلجلي بزاف لهذا شريت ديال الصندوق وخاء ديال الصندوق يعني كي صعيبي لما عرفتي بحاليش أنا أه ما خليت مدرت صنال صنال قدرت كل شي أحسن حاجة كدري هي الصيكا هذوك ديال الكبار ديال بحال ديال المرجان وذلك شي جريهم بحلقاء كتحطي صاك كل صاك خاصصي الحاجة والأشياء الصغيرة ديريها فعولة بصغيرة مشي مشكل ولكن هذا ديري وبحال الدجاج وذلك الشي اللي بغيت يغرع على الضياف الدجاج واللحم ديري لتحت مشي مشكل تحطيه غير هكا تلتحت ديري تغلي فيه مزيان وتحطيه لتحت لهذا كان نصحك اللي بنات اللي بغاوا يقتاصدوا وبغاوا يستعملوا المجميد يعني مشي تشريه تقول الله أنا ما نستعملوا مشي صحي أنا ما نضبط شي واحد يقول مجميد مشي صحي كل واحد وكيفاش كيشوف الأشياء وكيفاش كيقرأ كاللي كيشوف القرأة واصلا نص عمر حتى النص وكاللي كيشوف الخاوي منها وكاللي كيشوف عمر منها يعني انتي لك تشوف الخاوي أنا مشي ضدك وانا لك نشوف العمر منها انتي مشي ضدي لهذا كان نحتارم اختيارات وقناعات كل واحد يعني الناس اللي بغاوا تجمد في المجميد وبغاوا تبدأ الاقتصاد شريه مجميد هو اللول كبير لقيت الماركة المزيانة تجربي انا اعطيت علش قلت لك المجميد ديالي ديال المجورة باش ما تشريش هذيك الماركة هذيك الماركة بعدي منها يتقلبي المجورة دياله هو الصحاح ومن اللي تبغي تدخليهم وكما كيعواجوا لك لأنه فاش كيكونوا نخاوين رأساهلين يدخلوه فاش كيكونوا نخاوين رأساهلين يخرجوه ولكن فاش جري المجره هو عامر ومكونجلي مجمد الأشياء فيه وتهزي ذلك الشي اللي بغيته وتبغيت ترجعه من الخطرات كي يعواج لكها كاك وتبقايوك 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 تضيع في الوقت وتخافي تخسر المجميد ديالك لهذا شوفوا هذه الأشياء وشوف المجميد ديالك واش كي يدير تلج وإحسن تشريه غير ديال البخار وشوف النجوم اللي فيه شوفي واش اقتصادي شوفي بزاف الأشياء وقبل ما شري شوفي اسمي يا شوفي الأتمينة واجي يحطيها اللي بنات وسووي اللي بنات في القناة را غادي ينصحوك هذا هو بالنسبة لبنتي للقناة بنتي مانال مانويلة قاتلي أنا المجميد ديالي صغير وكيفاش غادي نجمد ديالي صغير وكيفاش غادي نجمد ديالك كمية كبيرة وانا يلا كي هزلي ذك شي ديال الشهر هنا الحل هو تشري مجمد ديالك